يفتح المجال للمؤسسات غير تجارية كيف المؤسسات الثقافية والرياضية الجمعيات للتسجيل والاستفادة من مجموعة من الخدمات التي قدمها التسجيل في السجل الوطني خطوة ضرورية لتسهيل برشة عمليات للمؤسسات منها فتح حسابة البنكية اللي يجب لإجراء المعاملات المالية والتمويل كيفما يمكن أن يسهل إجراء لتعاملات مالية رسمية ويساعد في الامتثال لمتطلبات القانونية والضريبية واحدة من الفواد الرئيسية للسجل هي أن يمنح المؤسسات شخصية قانونية معترف بها بالقانون مع عز الشفافية الأنشطة المالية والإدارية كيفما يطلب من جميع المؤسسات المسجلة تقديم تصريح دوري على نشاطها وحالتها المالية ما يسهل للجهات الرسمية متابعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة رسوم التسجيل السنوية في سجل الوطن المؤسسات 50 دينار عند التسجيل المؤسسة لأول مرة وهذا يعتبر إجراء إداري يضمن التزام والمتابعة المستمرة لنشاط المؤسسات نظام هذا نظام التسجيل في سجل الوطني للمؤسسات هو النظام الشامل ويهدف إلى تنظيم القطاع المؤسساتي في تونس بحيث هو أنه يتم الضمان شفافية والأشرف على نشط المؤسسات سواء كانت تجارية ولا غير تجارية وعز الثقة في الاقتصاد وشجع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مع العالم أنه الرقم 850 ألف مؤسم سجلة في سجل الوطني للمؤسسات وعلى الرغم من أنه هدايا يخدم المؤسسات وسهل معاملاتها لأنه لليوم ما زلت تم أنشطة غير مساجلة في سجل الوطني للمؤسسات وفهم جمعيات ثقافية وحتى رياضية وحتى منظمية وغيره ما زلت لليوم هي سجلة في سجل الوطني للمؤسسات شكرا